موسيقى نشرط عن أخبارية الموجزة من تلفزيون الدنيا في دمشق السلام عليكم ورحمة الله أضاف إزدال استطار من قبل 371 ألف طالب على الدورة الأولى لامتحانة الشهادة الثانوية بجميع فروعها بنجاح منقطع النظير دليلا آخر يضاف إلى عديد الأدلة على حرس السوريين بجميع شرائحهم العمرية على مواجهة جميع التحديات والعقبات التي حاول إرهابيون القوى التكفيرية الضلامية وضعها أمام العملية التعليمية حيث سطرت طلبة بالتزامهم ورغبتهم في إنجاز امتحاناتهم الدراسية صورة يانعة من النضال العلمي انطلاقا من إصرارهم على الحياة رغم كل المحاولات الساعية للنيل من سوريا ومستقبلها المتمثل بهم تغلب الطلبة على تحديات الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا عامل إضافي في إلحاق الهزيمة بإعداء العلم والحضارة وردهم خائبين خاصة أن جل ما يسعون إليه هو إضعاف سوريا وإضعاف إرادتها عبر تكريس فكرا ظلاميا جاهلا لا يرضاه كل مخلص شرب من مياه سوريا وأكل من خيراتها وتنسم هواءها ولذا كان التزام الطلاب بمثابة وعيا كبيرا منهم لأهمية الوقوف إلى جانب الوطن وليس ضده أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن أي تدخل عسكري أمريكي كبير في سوريا مثل إقامة بل مثل إقامة ما سماها منطقة حضر جويا لا يحل المشكلة ولا يغير من مجرى الأزمة معترفا أن الأمر ليس سهلا وقال أوباما في مقابلة مع التلفزيون الأمريكي العام بي بي اس إنه إذا أقمنا منطقة حضر جويا فقد لا نحل المشكلة داخل المنطقة معتبرا أنه في ظل تعقيدة الوضع في الشرق الأوسط لا يجوز أن نسارع إلى الدخول في حرب إضافية فيها وحذر أوباما من مخاطر كبرى قد تواكب أي تدخل عسكري مباشر في سوريا مكررا التعبير عن تصميمه على عدم التورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط جددت الجزائر وإسبانيا تأكيدهما على الحل السياسي للأزمة في سوريا ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قوله أمس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيم عنويل غارسيا مارغالو إنه مهما كان فإن لغة العنفي هي سلبية وإنه لا يوجد حاليا أصوات أخرى غير بدء حوار من جهة أكد وزير الخارجية الإسباني أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا مشيرا إلى أنه يجب يكون هناك حل عبر الحوار كشف كاتب فرنسي أن 270 جهاديا فرنسيا يقاتلون في سوريا كما أكدت مصادر استخباراتية إيطالية مقتل شاب إيطالي كان يقاتل في صفوف المجموعة الإرهابية فيما ذكرت صحيفة تونسية أن حصيلة قتل الإرهابيين التونسيين خلال المعارك في حلب بين الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية بلغت حتى الآن خمسين قتيلا وكشف الكاتب الفرنسي بير بيلو أن 270 جهاديا فرنسيا يقاتلون في سوريا إلى جانب العصابات الإرهابية المسلحة لافتا في الوقت نفسه إلى قلق السلطات الفرنسية التي تتخوف من عودتهم يوما ما إلى فرنسا لأن هؤلاء سيكونون أرضا خصبة لتشكيل شبكات إرهابية في المستقبل على الأرض الفرنسية وأضاف أن الأجهزة المختصة تقدر عدد الفرنسيين الذين يقاتلون إلى جانب المتمردين السوريين بـ 270 مشيرا إلى وجود 1500 إلى 2000 أوروبي انضموا إلى صفوف المعارضة المسلحة في سوريا أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس أن 500 جنديا في جي سينتشرون تباعا اعتبارا من نهاية حزيران الجاري في الجولان في إطار قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان إندوف وأنه سوف يتم تزويد هؤلاء الجنود بأسلحة ثقيلة ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدبلوماسيين قولهم إن في جي ستقدم ما مجموعه حوالي 500 جنديا للعمل ضمن قوة إندوف وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أول مجموعة من الجنود الفيجيين مؤلفة من 170 جنديا سوف تصل قبل نهاية حزيران الجاري على أن يكتمل انتشار هذه القوة نهاية تموز القادم وضفت الوكالة أن الأمم المتحدة تأمل برفع قوتها في الجولان إلى 1250 جنديا ومع الكتيبة الفيجية تبقى الحاجة لمائتين وخمسين جنديا للوصول إلى هذا الهدف أفادت تقارير صحفية بأن ما لا يقل عن 12 منظمة إسرائيلية متطرفة تعمل بكل طاقاتها على بناء الهيكل الثالث على أنقاض الحرم القدسي الشريف في ظل تواطئ وعجز وصمت عربي ولم يعد هذا الموضوع الخطير يقتصر على مناصر هذه المنظمات فقد كشفت مصادر مطلعة أن هذا التوجه امتد إلى الكنيسة الإسرائيلي وهناك كثيرون من أعضائها يسعون جنبا إلى جنب مع هذه المنظمات إلى تغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف وإعطاء حرية أكبر بدخول اليهود إلى منطقة الحرم والصلاة فيه وتقول المصادر أن هناك جزءا كبيرا من هذه المنظمات تمول بشكل رسمي من الدوائر الحكومية المختلفة تحت بنود متعددة في الميزانيات كبندي الثقافة والتعليم قتل اللبناني حسن جامع برصاص مسلحين سلفيين متطرفين في صيدة إثرى قيامهم بالاعتداء على محل يملكه شخص من التنظيم الشعبي النصري في منطقة قياعة في صيدة وذكرت قناة المنارة أن جماعة سلفية مسلحة تتبع لسلفي أحمد الأسير نقلت الاشتباكات وتوتر إلى منطقة عبرها حيث اشتبكت مع أبناء وسكان المنطقة لافتة إلى أن الاشتباكات التي اندلعت في عبرها استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقدائف الصاروخية لم تمضي ساعات على افتتاح حركة طالبان الأفغانية الإرهابية مكتبا سياسيا لها في العاصمة القطرية الدوحة حتى سارعت الولايات المتحدة للإعلان عن بدء مفاوضات مع الحركة تحت مسمى السلام وقال مسؤولنا أمريكيون أن الولايات المتحدة ستجتمع مع طالبان الأفغانية هذا الأسبوع في محادثات في الدوحة بهدف تحقيق السلام في أفغانستان حيث تقاتل القوات الأمريكية مسلحي الجماعة الإسلامية المتشددة منذ 12 عاما في حرب دموية ومكلفة للطرفين شنت قوات الأمن التركية حملات اعتقالات واسعة في مدن اسطنبول وكوجالي وأنقرة وأسكشهير أمس اعتقلت العديد من المواطنين بتهمة إلحاق الأضرار بالمباني العامة في منتزه جيزي وتحريض الشعب على التمرد وقالت صحيفة مولييت أن شعبة مديرية مكافحة الإرهاب في مديرية أمن اسطنبول اعتقلت 57 شخصا في 24 منطقة تابعة لإسطنبول خلال مدهمة مكاتب الحزب الاشتراكي من أجل المضطهدين في اسطنبول يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يعرض اليوم في برلين قيام الولايات المتحدة وروسيا أسلحتهما النووية الاستراتيجية بمقدار الثلث وسيدعو إلى خفض الترسانات النووية التكتيكية في أوروبا بحسب مسؤول أمريكي وسيقدم أوباما الذي وصل إلى برلين رفقة بزوجته وابنتيه هذين الاقتراحين في خطاب هام يلقيه في برلين كما سيتعهد بالمشاركة في قمة حول الأمن النووي دعقد العام المقبل في لهاي وبتنظيم قمة مماثلة في السنة الأخيرة من رئاسته عام 2016 في البرازيل قالت الرئيسة ديلما روزيف أن الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت البلاد في الأسبوع القليلة الماضية تمثل دعوات مشروعة إلى تحسين الخدمات العامة وإلى إدارة أكثر استجابة لحاجات الشعب وبعد أن شارك أكثر من 200 ألف برازيلي في مسيرات في أكثر من 6 مدن في أنحاء البلاد أكدت روزيف أن حكومتها تبقى ملتزمة بالتغيير الاجتماعي وأنها تصغي باهتمام إلى الشكاوى الكثيرة التي رفعت أثناء التظاهرات وقالت روزيف في كلمة في برازيليا البرازيل استيقظت أكثر قوة اليوم حجم التظاهرات يظهر حيوية ديمقراطيتنا وقوة صوت الشارع وحضارية شعبنا ختم هذه النشرة الأخبارية الموجزة أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق شكرا لكرم المتابعة نبقاكم بخير شكرا لكرم المتابعة نبقاكم بخير